متابعي قناة تلفزا تيفي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم اليوم باش نحكيه على حركة النهضة والمشاورات من اجل تشكيل الحكومة المشاورات هذه اللي فيها برشري هانات يعني شفنا انه مزالت الى حد الان لم تتضح الصورة النهائية بخصوص الحكومة القادمة سنتحدث عن علاقة النهضة بكل الاحزاب التي من الممكن ان تكون الى جانبها في الحكومة القادمة وكل النقاط التي طرحتها النهضة في وثيقة التعاقد الاخيرة اليوم باش يكون ضيفنا القيادي في حركة النهضة السيدة العجمي لوريمي مرحبا بك سيلعجمي مرحبا مالوسا في البداية سيلعجمي خلينا نشوف تقرير عن المشاورات تشكيل الحكومة في المدة الاخيرة ولنا عودة للحديث رغم مرور قرابة الشهر على الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وفوز حركة النهضة باغلبية المقاعد في مجلس نواب الشعب القادم بعد حصولها على 52 مقعد الا ان الصورة لم تتضح الى حد الان بشأن الحكومة المنتظر تكوينها على اعتبار التشتت الكبير اللي يميز مجلس النواب القادم وصعوبة التحالفات المبرمج القيام بها وخاصة المطالب اللي تقدمت بها بعض الاحزاب وتشبثها بعدم تعيين رئيس حكومة من حركة النهضة او مطالبتها ببعض الوزارات المعينة ودخلت حركة النهضة في مشاورات مع عديد الاحزاب من اجل استمالتها للمشاركة في الحكومة القادمة في مقابل قرارها استبعاد احزاب اخرى على غرار حزبي قلب تونس والحزب الدستوري الحر الا انه الوقت دهم الحزب على اعتبار انه الهيئة العلية المستقلة للانتخابات اعلنت عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بعد نطق المحكمة الادارية باحكامها في الطعون وفوذون ساعات ايضا بشيكلف رئيس الجمهورية رئيس الحزب الفائز بتقديم اسم لمرشحه لترأس الحكومة القادمة ومن المنتظر انه بشيكون امام حركة النهضة سبع ايام لتقديم هوية مرشحة لهذا المنسب لاحترام الاجل الدستورية اللي تنتهي في الاسبوع القادم وتحديدا يوم الرابع عشر من نوفمبر الحالي ورغم تواصل المفاوضات مع عديد الاحزاب من اجل المشاركة في الحكومة الا انه بعضها على غرار الطيار الديمقراطي مازال متمسك بمطالبه الاولى للدخول في الحكومة وهذا ما اكدته حركة النهضة اللي كشفت اليوم انه الطيار مصمم على موقفه رغم اللقاء اللي جمع رئيس الحركة راشد الغنوشي مع وافد من الطيار متكون من محمد عبو ومحمد الحمدي واللي تمسكوا بمقاربتهم للحكومة القائمة على رفض ترأس حركة النهضة لها باحد قياداتها مع تمسكهم بالوزارة الثلاثة اللي طلبوا بها وهي الداخلية والعدل والاصلاح الاداري نفس الموقف مازالت متمسكة به حركة الشعب اللي ترفض اي حكومة يكون رئيسها قيادي نهضوي او تشكل من الحركة ومصممة على المرور الى حكومة الرئيس واللي يكلف من خلالها قيس سعيد احد الشخصيات الوطنية لتشكيل الحكومة وهذا ما يخلي الخيارات امام حركة النهضة منحصرة بين التراجع في قراراتها السابقة او امكانية التحالف مع حزب قلب تونس واللي يعتبر ثاني قوة في البرلمان او مزيد التفاوض مع الاحزب الاخرى وامكانية القبول بحكومة لا يكون رئيسها من قيادات النهضة والاكيد انه الايام القادمة باش تكون كفيلة بالاجابة على السؤال هذا ومعرفة اي الامرين او الامرين ستختاره حركة النهضة كما شفنا متابعين الكرام اي الامرين ستقبل بهم حركة النهضة او اي الامرين ستقبل به حركة النهضة سيل عجمي في البداية قبل ما ندخل نحكيه على المشاورات كنت اعدت وثيقة تعاقد او برنامج عمل الحكومة خلينا نحكيه عليها شوية وابرز النقاط في الوثيقة هذه بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا على الدعوة بالنسبة للوثيقة نحن سميناها مشروع وثيقة تعاقد للحكومة هذا معنا مشروع الوثيقة الوثيقة يعني تهى 20 صفحة خمسين ومئة وعشرين نقطة تهى 120 نقطة نحن سميناها مشروع الخمسين نقطة هي الخمسين الاساسية ولكنها كلها 120 نقطة فيها توطأ في حال تبين المبررات أعداد هذه الوثيقة وتصور الحكومة القادمة باعتبارها حكومة تلافية وباعتبارها سيكون الحكم شراكة بين الأطراف التي ستتبنى هذا المشروع وستثري هذا المشروع وتعمل على تطبيق هذا المشروع المشروع عذاية فيه بفتحة الأولويات معناها أو خمسة محاور كبرى محور علينهم مكفحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحاكمة المحور الثاني هو مقاومة الفقر ودعم الفئة الهشة ومتوسط الداخل المحور الثالث هو تطوير التعليم والصحة والمرافق العومية المحور الرابع هو النهوض بين سقل الاستثمار والنمو والتشغيل والمحور الخامس هو استكمال لمؤسسة الدولة وتركيز الحكم المحلي البرنامج هدايا هو برنامج حكم وهو برنامج بعد سيتم التفصيل متاعه في شكل إجراءات والإجراءات يمكن توزع أيضا على المدى الزمني القادم تكون إجراءات تتخذ وتتخذ اتباعا الغاية منها هو تحقيق ما في المحاورة هذه وكذلك تحسين الظروف متاع التونسيين حبوتوان سيشوفوا اللي هناك تحسن حقيقي ملموس في أوضاعهم في ظل حكومة قوية حكومة عندها إرادة في الإصلاح ستكون حكومة إصلاحات الجريئة وحكومة مبادرة وإنجاز وبدون شك المحاورة هذه فهما يتعلق بالاقتصاد والتنمية فهما يتعلق بالحوكمة وفيها ما يتعلق معناه باستكمال مؤسسة الدولة خاصة وعلى رأس المحكمة الدستورية فإصلاحات تشريعية وقد يكون أيضا على رأس تغيير قانون الانتخابي وقد نعرف اليوم اللي أصبح مطلب معناه الجميع من أجل أنه يكون ربما في المستقبل نتفادأ معناه الوضعية شبيهة بالوضعية اللي احنا فيها الآن أنه تقريبا برلمان مفيش كتل تشتت كبير كبيرة بقدر ما أنه يعني في النهاية نلقوا أكبر أكبر كتلة حايزة على ربع على ربع المقاعد في المجلس وهذا موش كافي بش يعطيه للحزب اللي بشوحكم لو فرضنا بشوحكم واحده معناها بش بشوحكم في وضع مريح حتى بشبحت على شراكة بشلق روحه قدام عملية معقدة إلى حد ما من أجل إيجاد الحزام السياسي بواسع لهذه الحكومة وإيجاد كذلك التوافق على البرنامج لكن البرنامج يبقى هو نقطة مهمة وأساسية وهو المنطلق لتشكيل هذه الحكومة سيل العجمي أكيد اليوم مهم أنه حركة النهضة تقدم برنامج للعمل للفترة القادمة لكن مش وفناش حديث على البرامج بالنسبة لي تحلوا فعادكم مش وفناش حديث عن البرامج يعني حتى جميع الأحزاب تتحدث عن كما نسميها المحاصصة اليوم هي الأحزاب تتحدث عن البرنامج وحنا سبقناهم فيها وحنا سبقناهم في حديثها البرنامج ولكن بعدما تتكلموا عن البرنامج تتكلموا كأنوا إلى حد ما في نوع من التحدي وكانت توقعوا اللي مثلا ماش برنامج ولا موش تجد الوثيقة ولا وثيقة جاهزة بتالي مجرد ما قالوا ويجبنا نطلقوا من البرنامج قلنانا إذن هاي الوثيقة وهي على ذمتكم ونطلقوا منها قلنانا نطلقوا من الوثيقة اللي أنتم ريتوها تكون هي المدخل للحواء الحديث والتفاوض حول الحكومة وقتها ولو ترحوا نقاط أخرى نقطة ترئيس الحكومة ونقطة معنا الوزارات السيادة ونقطة معنا المحاصصة اليوم جلستم مع الأحزاب الأخرى وجلستم مع برشة أحزاب كانت لقاءات يعني من أجل التشاور خلنا نحكيه على موقف رد موقف فعل يعني موقفهم من الوثيقة هذه وهل تم تقابلها لو أنه حسب حتى يمكن اللي جاء ويوضيوف باحدين من مختلفة التائرات السياسية فمشكون يقول ما زلنا في الدراسة ما زلنا مدرسنا هاش فمشكون يقول مش وقته أنه نحكيه في الموضوع هذا يعني شنية ردت فعل الأحزاب الأخرى ممكن يكون ثم رد فوري على الوثيقة إلا بالقبول أو رفض نقصد بالقبول القبول تسلم الوثيقة ثم معناها التعبير على استعداد لدراستها وابداء الملاحظات حولها معناها أما أن واحد يحكم عليها أن وثيقة كاملة ناقصة معناها شاملة شافية ضافية وإلا معناها يعني ما زال في محاور أخرى يمكن معناها إضافتها هذا يجيب بعد الدراسة مثلا ما يشكون هو رفض تسلم الوثيقة مثلا ما يشكون قال لا ما نحبش ناقش معاكم البرنامج تقريبا جميع الأطراف منظمات وطنية والأحزاب السياسية ونجمع عددوها يعني اتحاد عمصر الشغل اتحاد تنسي الاصطناع والتجارة اتحاد الفلاحين الأحزاب اللي تواصلنا معهم تلاف الكرامة حركة الشعب التيار الديمقراطي سلعجلي سلعجلي أطراف الجمهور كل هم تسلموا الوثيقة وعبروا على استعداد لدراستها وكذلك تنظيم جلسات قادمة سيكون فيه ملاحظاتهم اليوم في إطار المفاوضات لتشكيل الحكومة تقدم النهضة بوثيقة تعاقد هل نجم يقولوا أن حركة النهضة ورطت بقية الأحزاب يعني فيما حديث اليوم على المناصب على رئيسة الحكومة لكن اليوم النهضة تقدم برنامج لا هو مثلا ماشي نقوله ورطت يعني يمكن أنه خطوة ذكية من حركة النهضة لتحويل يعني وجهة المشاورات نحن لما قدمنا الوثيقة هذه قلنا رهو ربما ما يعاب على الحكومات السابقة أنها انطلقت في منقشة الأسماء والحقائب وتوزيع منها المسئوليات وتوزيع منها الحقائب ولكن يتسمى المحاصة قبل أن نظر في البرنامج لكن تشبث حركة النهضة برئاسة الحكومة كأنكم أنتم قبل لا تحكيوا على البرنامج أيضا كنتم تعدوا في رئاسة حكومة من الحركة يعني نفس الردة كنا نعرض بين الحكومة ستم بنية على برنامج وحذرنا أو نحن عانا برنامجنا اللي حذرناه للانتخابات اللي هو برنامجنا الانتخابي وهو برنامج أيضا اعتبره برنامج حكم لتونس معنا من 2019 إلى 2024 ضمن تصور أو ضمن رؤية لتونس 2030 برنامجنا احنا اللي خرجنا منه معناها البرنامج الانتخابي نعتبره الآن ونحن نعمل حكومة إلا فيها هذا كخاص بنا احنا ويكون هو المنطلق بإعداد هذه الوثيقة ولكن البرنامج سيكون برنامج يشترك فيه يشترك في الجميع فالترتيب السليم حسب رأينا وحسب رأي الشركاء متاعنا هو الانطلاق من البرنامج لكن البرنامج في النهاية كما قلنا يحتاج إلى دراسة ويحتاج الاشتغال عليه ومن الناحية المبدئية الأطراف اللي اتصلنا به مثل ما يشكوا قال أنا أغير معني بالمشاركة في الحكومة يجب أن يسجلوه يعني لا حركة الشعر وللتياح ولكن اليوم شفنا تعبير من عدد من الحزار حتى المهم حتى واحد ما قال أنا أغير معني بالمشاركة قالوا احنا معني بالمشاركة واحنا تقدم للانتخابات من أجل الحكم ووصلنا واحنا ما زالنا نرى اللي عندنا ما نقدم ونحب نتحمل المسئولية في المرحلة القادمة خاصة مكفحة الفساد والقيام بالأصلاحات الضرورية واللازمة للفترة القادمة إنما بالتحال ما هو دخول بدون شروط ما هو دخول فقط لأجل الحقاب أما دخول معناها بتفاهمات وبأرضية سياسية مشتركة اليوم شفنا أحزاب عبرت عن رفضها للمشاركة في الحكومة شفنا تحية تونس مثلا يتحدث عن أنه مش بششاك شفنا قلب تونس منذ البداية رغم استبعادكم له يقول راني منش بش أن نكون في الحكومة يعني شفنا برشة أحزاب اختلط لمعارضة وفهم أحزاب يعني كأنها شروط تعجيزية من أجل استفافة في المعارضة هو يمكن واحد يقول لك أنا راني ترشحت من أجل الحكم لكن يكون مش جاهز للحكم يمكن واحد يقول لك أنا راني ما نخدم معك إلا من تفقه في البرنامج وهو ما عنده برنامج هذا ينزيم يحصل نحن بالنسبة لنا نحن جاهزين بالحكم ولكن الانتخابات قالت ما تحكموش وحد وبالأرقام اليوم ما نجموش نحن نعمل حكومة وحد يمكن ناخذ لها ثيق لكن بشبقة حكومة هذه إذا ما تشاركش فيها أطراف أخرى إذا ما يكونش هناك يعني الحزام سياسي مضمون لدعم الحكومة ولدعم الإصلاحات وكذلك للمصادقة على القوانين ومشاريع القوانين يمكن جي من عند الحكومة باش تكون حكومة تخدم ولكنها تفتقر إلى الدعم الكافي وحكومة ستصدم ستصدم بصعوبات حقية وهي في طريق الإنجاز إذن معناها الأطراف هذه قالت مستعدين وعملوا شروط شروط بالنسبة لنا احنا كنتخلنا معهم تخلنا بدون شروط وقلنا بإيجابة أيضا من غير مننا نعملوا شروط مسبقة ونتحدثوا مثلا مش حاجة مش قابلة لحديث وفي نتارة دائم وقلنا لهمش تمام موضوع غير قابل نقاط سلئاس الحكومة أعضاء الحكومة هيكلة الحكومة عدد الوزراء نصيب كل طرف هذه كله بثلاث حال جائز الحديث فيه وسنتحدث فيه نحكيه على شروط كل طرف نبدأه بآخر لقاء آخر مستجد كان محمد عبو لقاء مع رشد الغنوشي يعني قيادة النهضة وقيادة التيار اليوم تقولوا أنه التيار مازال متمسك بموقفه يطالب بثلاث وزارات ويرفض أن يكون رئيس الحكومة نهضاوي يعني من قيادة للنهضة لماذا هذا التمسك حسب رأيكم من قبل التيار الديمقراطي بيذه الشروع هي للأمور مع التيار الديمقراطي ما يشف في نقطة صفر نحن يمكن في منتصف الطريق والمواصلة أسهل من العودة إلى نقطة الامتلاق ولهذا صعب العودة إلى نقطة صفر مع التيار الديمقراطي بل أنه هناك ما يمكن أن نبني عليه للمواصلة للتواصل إلى حكومة يشارك فيها التيار بالحال بعد ما يتم النظر في نظرة التصور ومتصورنا اليوم في البيان قلت أنه فيما نقاط إيجابية في لقاءكم بالتيار الديمقراطي لكن التيار مازل متمسك بالنقاط التي ترحى في البداية وأيضا يقترب من أنه يكون كتلة برلمانية إلى جانب حركة الشعب ولقاءات كبيرة يعني بلطة نبث هذه الحصة المكتب التنفيذي لحركة نهذا مجتمع وسينظر في نتائج الاتصالات والمشاورات التي تمت إلى حد الآن وقد يعدي نقطة أعلامية كما نقطة الأعلامية السابقة يعلم الرأي العام بالنتائج التي تم التواصل سواء كان مع التيار ومع حركة الشعب ومع تلاف الكرامة أو مع المنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية المستقلة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان هناك خطوات قطعت بكل تأكيد الحاجة التي يمكن أن توقعها الآن هو أن قدامنا أيضا معطى جديد يتمثل في تحذير لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وأن في هذه الجلسة سيتم اختيار رئيس البرلمان أو انتخاب رئيس البرلمان نقطة مهمة للتفاوض اليوم وهذا على كل حال إلى حد الآن هذه النقطة لم تكن ذات أولوية في مفاوضات تشكيل الحكومة لكن إذا اعتبرنا أن الأطراف التي ستشارك في الحكومة أو التي لن تشارك في الحكومة أو التي ستصوت الحكومة أو التي لن تصوت الحكومة هي معنية معناها مباشرة بهذا الموضوع هذه النقطة ستدخل في الاعتبار من سترشحون لرئاسة البرلمان كحركة الله المحضر لكل حال لم نختر تم حديث في البداية على أنه رشد الغنوش رئيس الحركة سيكون مرشح لأنه ما زال تمشي في هذا الخط أم أنه تم تراجع هو معناها الخيار الذي نمشينا فيه إلى حد الدورة الأخيرة للمزر الصورة هو أنه نمشي إلى الحكومة ورئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة وهناك من يرى أن يمكن نجمع بين رئاستين بين رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ومن يرى الاقتصار على رئاسة واحدة ورجحنا أنه نمشي للحكومة لكن رئيس الحركة لشدرش الغنوشي رئيس الحركة لشدرش الغنوشي هو إلى حد الآن متعلق بشخصه هو المرشح الطبيعي والقانوني بخطة رئاسة الحكومة أو خطة لم يحسم أمره إلى حد الآن هل أنه يمكن يختار الحكومة أم البرلمان لكن نحن في كل حال نقاشات والمشاورات إلى حد هذه اللحظة تعلقت بالحكومة وتشكيل الحكومة وبرنامج الحكومة أما في اعتقادي معناها أنجم نقوله اليوم سيتم الجمع بيننا من الإعلان عن النتائج النهائية وحتى انعقاد الجلسة التي سيتم فيها معناها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه هذه سيدخل الآن معطى جديد في المفاوضات هل نجم نقوله أنه فما توجه للجمع بين الرئاستين بالنسبة لحركة الله هو لا شيء يمنع إلا الرغبة في أنه لا يكون هناك هيمنة والرغبة في أنه يكون هناك شراكة في الحكم والحكم ليس الحكومة فقط الحكم رأىه رئاسة ثلاث وسلطات ثلاث بل أكثر حتى منثلات سلطات عن حكم محلي وعن هيئات دستورية وبالتالي ليس هناك نزعة للهيمنة وهناك رغبة في أنه يكون هناك شراكة في الحكم والشركاء هم الآن الذين نتوجهنا للمعنى عرضنا للمشاركة في الحكومة لكن معهم أيضا شركاء آخرين سيكونون في البرلمان اللي مع بعضنا سندير العمل البرلماني ومع بعضنا سنسير الحياة البرلمانية من عمل في اللي جان من مصادقة على القوانين من مصادقة على الميزانية من انتخاب هيئات دستورية فهؤلاء جميعا هم أيضا أطراف معنية وإذا نقول السياسة أخذ وعطا وتفاعل ومشي واحد يعني هو معناها يعني وقف في نفس المكان هذه الأطراف سيكون لها دور وسنتفاعل مع بعضنا في اعطاء تركيبة ممثلة للبرلمان ومعبرة على القواء الموجودة فيه وسيكون لهذا أثر في تقدير أثر إيجابي على خلينا خلينا لإغلاق ملفة للتيارة الديمقراطية والمشاورات مع التيار الديمقراطية هل أنه في النهاية النهضة ترفض يعني بصيفة مطلقة أنها تسلم ثلاثة وزارات اللي هي الداخلية العدل والإصلاح الإداري للتيار الديمقراطية أم أنه مشكلتكم مع الطلبات في حد ذاتها أنا أقول لو أنه التيار الديمقراطي كان هو الحزب الأول في هذه الانتخابات وكان معني بتشكيل الحكوم لرفض يقول أنا من أجيبش نكون الحزب في حكومة بدون صلاحيات يعني اليوم لو كنا نحن في مكان التيار الديمقراطي ربما كنا نطلب خمسة أو ثلاثة حقائب ربما لكن يمكن اليوم التيار يقول لك ما نعملش التيار المسؤولية الوطنية من باب مراعاة مصلحة البلاد وأنه المسألة ليست مسألة محاصة وليست من يأخذ أكثر عدد من الحقائب وما هي الحقائب حقائب يعني سيادية وكل عند البعض كل الحقائب رأي عند عند طبع سياد ترشح أنه التيار يقول النهضة اليوم ما نحبش نغلط غلطة النهضة التي قبلت بوزير وثلاث كتاب دولة في حكومة نداء تونس وبدون صلاحيات يمكن تقريبا مشاركة بالاسم فقط لأنه التيار يخاف من شيء هذا أو يخاف من سيناريو محمد عبو عندما كان وزيرا الأسلحة الإدارية ترشح يخاف من سيناريو تيار يحب يشارك الحكومة وكأنه لإيجاد التبريرات لناخبه وللتوانسة في أنه سيدخل الحكومة بشيقول نيراني داخل من أجل الأصلاح لكن المعارضة مغرية بالنسبة للا ليس مغرية وبشيقول داخل للإصلاح الإداري انسحب من الوزارة لأنه ثلاثة أشهر بدون صلاحيات تقريبا هذا غير صحيح وانا على يقين بأنه هذا غير صحيح وانا مش يتوافيد فهذا يتبريره نحن الآن لسنا في محل السجال والمجادلة لكن يقول لك لهذا ما هو صحيح هناك اعتبارات جعلت أستاذ محمد عبو يعني ينسحب من الحكومة جزء منها مرتبط بأنه عنده برنامج سياسي خارج الحكم وشفنا بعد النتاج شفنا خرج من المؤتمر وكون التيار متعوى وعمل حزب جديد وبذلك كان ثم ترتيب لهذا وهذا يعني ترى أنه دخوله في ذلك الوقت للحكومة وخروجه كان مبرمج يعني من أجل بناء مسار سياسي يعني تصور كامل ماش مفصول غير مفصول غير مفصول عن ذلك معناها كما مشاركته الآن في الحكومة مش مفصول على أنه هناك أفاق في المستقبل وأفاق سواء كان في الحكومة ولا في البرلمان ولا في أي انتخابات قادمة يقينا أستاذ محمد عبو طلب صلاحيات إضافية عندما كان في حكومة سيد حمدي جبالي ولم تعطى له الصلاحيات الإضافية باعتبارها صلاحيات يعني لا يخويلها له القانون وهذه الصلاحيات الإضافية هي ممنين بشكون إما سيتم قدمها من معناها صلاحيات وزراء آخرين أو قدمها من صلاحيات رئيس الحكومة ولا أتصور من رئيس حكومة يعني يمكن أن يتخلى عن صلاحياته لأي وزير من الوزراء متاعه ونعرف اللي هو صلاحيات يحددها القانون وهو الذي سيحاسب وهو الذي ستتم مساءلته على نتائج عمل الحكومة متاع فالطلب اللي يتقدم به محمد عبو أنا ذاك لم يكن طلبا قانوني يعني يجيون كي أنك ترى لو أنا بيسكره موضوع على طيارة الديمقراطية كي أنك ترى أنه نفس السيناريو في 2013 يعني في إطار مفصل كامل اليوم الطيارة الديمقراطية يريد إقناع ناخذ محمد عبو 2012 وليس محمد عبو 2012 2013 يعني هو مختلف ومحمد عبو في 2012 كان في المكتب السياسي لحزب المؤتمر محمد عبو اليوم هو أمين عام معناها الطيار الديمقراطي محمد عبو في معناها في السابق كان معناها جزء من حزب عنده رئاسة الجمهورية إلى جانب أنه عنده معناها نواب في البرلمان ولكن لما خرج أصبح عنده عدد محدود أصبح عنده ثلاثة نواب واربعة ربعة نواب يعني قرابة العشرين نايب قاش عنده 16 نايب ولهذا فالوضع الوضع مختلف والمسئولية مختلفة وأعتقد حتى من ناحية النضج ومن ناحية التجربة السياسية ومن ناحية الشعور معناها أنه ستكون هناك مسائلة شعبية غدا على أداء كل طرف سياسي هذا يحمل التيار المسئولية في أنه ما يكونش على الربوة وأنه ما يكونش يعرق تشكيل الحكومة أو يعرق الغدا عمل الحكومة المعارضة قد تكون مغرية للبعض ولكنها ليست بالضرورة موقع مريح بل قد يكون معناها حصلتها معناها الانتخابية في المستقبل حصيلة لا تعزز دور ذلك للطرف يمكن لديه المقصود حتى بعض الأحزاب التي اخترت اللابرات نحن رأينا ربما نأخذ مثال الجبهة الشعبية التي مش هاتفة من نهجها ذاك ولكن لم تكن النتيجة زيادة عدد مقاعد في البرلمان بل كانت تراجع يعني معناها أنت الظروف معينة التي طلعت فيها الجبهة للبرلمان باربع十十ين كرسي وظروف أخرى يعني بشي قولك حاجة وخلنا نحكيه أرض أرض الآن أنت لا تحتاج إلى عشرين نائب لممارسة المعارضة في مجلس النواب المعارضة في مجلس النواب يمكن أن يمارسها النائب واحد يمكن لنائب واحد معنا يعمل إشارة تطلب نخط نظام ويتسبب في إيقاف النجلسة العامة أو في توجيه النجلسة العامة وذا نعرف هذه معارضة مهمة بالأرقام ويمكن لنائب واحد يمكن يكون صوته طاغي لكن المعارضة تنجم تنجم اتعطى المشاريع قوانين مثلا بفضل الأرقام هذا ممكن قصدي التوانسة مهم في حاجة يسمعوا عشرين متدخل يتكلمون عن نفس الوتيرة ويعيدون نفس الكلام وكلامهم كله موجه لشتم الحكومة هذه كينه دعوة للأحزاب اللي تحب تصطف في المعارضة نشوف لا أنا نرى أنه يعني المعارضة اللي بشتغل المعارضة هو عنده عشرين نائب عشرين نائب يمكن أن يشارك بها في الحكومة أفضل له من أنه يجعلها كلها أصوات مرتفعة ضد الحكومة دون أن يؤثر دون أن يؤثر لا في أداء الحكومة ولا في مصار الحكومة ولا في نتائج على حركة الشعب حركة الشعب أيضا يعني كينه مطالبها أو شروطها للدخول مع النهضة في الحكم شروط نهائية تقول لا رئاسة مثلا الرئيس لماذا أنه مطلب يعني مطلب مقبول أو مطلب معقول في ظل الشرعية اللي يحظى بها رئيس الجمهورية اليوم أنا أقول إذا كان تيار رفع في صقف المطالب أو في صقف الشروط من أجل معناها الدخول للحكومة حركة الشعب كأنها رفعت في صقف الطلبات والشروط من أجل أن تجد المبرر لعدم المشاركة في الحكومة والكورة هي الآن عند حركة الشعب حتى توضح موقفها بشكل نهائي هل هي ستمضي معناها وتتحمل المسئولية وتشارك في هذه الحكومة أم أنها ستختار الوقوف على الربوة أو تستختار ما فماش تغير في موقف حركة الشعب لحد الآن لا أعتبر أو كل حال أن هناك تقدم إضافي في مستوى المفاوضات والمشاورات والنقشات مع حركة الشعب لا تزال نفس النقاط يكررون نفس الحديث نفس الشروط نفس الطلبات لماذا اليوم حركة النهضة ترفض حكومة الرئيس كفكرة تقولوا لا نشبش نصوت عليها شوفنا قيادات سي عبدالطيف المكيقة لأنه نصوت على حكومة الرئيس في صورة وصولنا لها مش أحنا رابدين حكومة الرئيس ولا مش أحنا فقط يعني شركاءنا أيضا رابدين حكومة الرئيس يعني معناها إلا إذا كان مقصود به هو أنه يكون الرئيس الجمهورية إسهامه أو معناها يعني المساعدة اللي بيشي قدمها إسناده لعملية معناها تشكيل الحكومة لكن تجمعوا تستغلوا الشرعية الكبيرة لعزام إذا المقصود بذلك هو تكليف الرئيس الجمهورية لما ما سمي في الدستور بالشخصية الأقدر فهذا احنا لسنا في هذه المرحلة احنا مزلنا في المرحلة الأولى التي يتم فيها إعلام سيد الرئيس الجمهورية بالتشاور مع الأطراف التي ستكون في الحكومة أو مع من يرى مصلحة في التشاور معه ويتم دائما وابدا العودة إلى سيد الرئيس الجمهورية لوضعه في صورة المفاوضات والتقدم الحاصل في المفاوضات حتى يتم تشكيل الحكومة في الأجال الدستورية في أجالها الدستورية يعني ترى اليوم أنه حركة الشعب ترغب في أن تكون في المعارضة نضيف لك حاجة أخرى سيد الرئيس الجمهورية هو لا يطلب أن يكون هناك حكومة اسم حكومة الرئيس لكن وقت اللي يكون فيما توافق بين الأحزان هو يرى أن الآن نبقى دم الإطار الدستوري ويعني لا نتخطى المرحلة الأولى إلى المرحلة الموالية ويرى أن الحكومة تكون حكومة الشعب أي تكون حكومة منتخبة تكون حكومة هي نتيجة يعني تعبر فقط نحكيه على شخصية يكلفها رئيس الجمهورية يعني ما نحكيه لماذا نحمل سيد رئيس الجمهورية مسئولية هو لا يطلب لأنه يخلق نوع من التوافق لأنه عنده شرعية كبيرة مسئولية هو من الناحية الدستورية لا يتحملها يعني لا قدر الله لو فرضنا أحنا لو فرضنا لو فرضنا جدا وهذا غير دستوري لو فرضنا سنقفز مباشرة إلى المرحلة التي نطلب فيها من سيد رئيس الجمهورية أن يجري مشاورات مع الأطراف ثم يختار الشخصية التي نقول عنها الشخصية الأقبر وفي الأجال الدستورية المحددة لا يتم تشكيل الحكومة من المسؤول عن فشل تشكيل الحكومة من المسؤول لكن على الأقل فما ضامان سيترتب عن ذلك سيترتب عن ذلك سيترتب عن ذلك بكل تأكيد الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانا الدعوة إلى انتخابات جديدة من يتحمل المسؤولي ذلك لماذا نريد أن نزج بسيد رئيس الجمهورية لكن على الأقل بسيناريو قد يفضي إلى حل البرلمان وقد يفضي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والحالة كان بإمكاننا أن نتفادى ذلك باتباع بأقصر الطرق وهي مشاورات جدية مسؤولة بين الأطراف التي ترى أنها الآن هي مهيئة وجاهزة لتحمل المسؤولية وترى بأنه لا ينبغي إضاعة الوقت على البلاد ولا ينبغي إضاعة فرصة القيام بتصلحات الجدرية والجرية التي تحتاجها البلاد الآن وأنه يمكن المساهمة من موقع الحكم وليس من موقع المتفرج أو موقع المتفرج أو موقع المعارض بيش توصل في نفس الفكرة لكن اليوم حركة الشعب مثلا أنه تفكيرا أنه يقول أنه رئيس الجمهورية صحيح ما زال حسب الدستور ما نجموش يعني مباشرة أن يمشيوا لحكومة الرئيس لكن على الأقل ثم ضمان اليوم أنه رئيس بشرعية كبيرة رئيس حوله توافق تقريبا يعني حتى تعطيل العمل لأنه يكون موجود سيد الرئيس الجمهورية هو ليس ليس مغيبا وليس غائبا عن مشاورات تشكيل الحكومة ليس هو من يقود تشكيل الحكومة ولكن يتابع تشكيل الحكومة ومعني بنجاح تشكيل الحكومة ويتم العودة إليه عند وجود صعوبات ويتم إبلاغه بالتفاصيل المصاعب الموجودة في طريق تشكيل الحكومة وهو سيسهم لا محالة من خلال معناها دوره الدستوري وتأثيره الأدبي وأيضا ما اسميته سياتك معناها يعني الشرعية الواسعة التي حصل عليها من خلال الانتخابات في أن يمارس التأثير الأدبي ونقول حتى ربما أنه عملنا معناها الضغط المعنوي في لقاءات الأخيرة لرئيس الجمهورية هل طلبتم منه أن يكون فما تفاعلنا على الأحزاب الأخرى لإقناعها بالدخول في الحكومة؟ طبعا نحن معناها اتحدثنا مع السيد الرئيس وقلنا له أن هذه الحكومة ستكون متعاونة مع الرئيس وحتى لازم الأمر نسمى حكومة الرئيس لبأس من ذلك قال لا ستكون حكومة الشعب أي الحكومة المنبثقة عن الانتخابات والسيد الرئيس الجمهورية يرى أن الحكومة تكون حكومة تتضمن كفاءات وطنية وتتضمن شخصيات تتسمى بالنزاهة وتتسمى بنظافة اليد وتتسمى بالوطنية ونحن نعمل وهذه الوثيقة التي أعبدناها هي تسير في هذا الاتجاه وهذا يعني ذكرناه في التوتيئة قلناها معناها لاختيار أعضاء الحكومة على أساس النزاهة والكفاءة السياسية والتسيرية والفمية والقدرة على قية الإصلاحات المطلوبة وهي موجهات أكدها السيد الرئيس الجمهورية مساندته لها فنحن لا نعمل في جزيرة معزولة ولا نعمل في قطيعة بين السلطات ولنعمل وكأن ليس هناك السيد الرئيس الجمهورية هو معني دستوريا بتشكيل الحكومة ومعني من ناحية أنه هو الذي يكلف الشخصية التي يرشحها الحزب الأول ثم يتابع مع هذه الشخصية سير المفاوضات أول بأول ويسهم بدون شك في ولادة طبيعية لهذه الحكومة حتى تحظى بثيقة البرلمان وحتى تقوم بدورها وحكومة تأخذ الثيقة في الأجال الدستورية وتنتشكيلها في الأجال الدستورية تربح البلاد كثير من الوقت من الوقت خلينا نمشي وناخذ فاصل قصير متابعينا لكيرام ثم نواصل الحديث مع القيادة في حركة النهضة السيدة العجمي الأوريمي لنا عودة بعد قليل